حافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه كعادته يحاول النظام السوري التستر على ما يواجهه من خسائر زعماً بعكس ذلك تحقيقه لبطولات في التصدي للعدوان الذي استهدف أراضيه وأنه صد العدوان بنجاح هكذا تدور الأمور في سوريا تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الميليشيات الإيرانية والمواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني هناك في ساعات مبكرة من فجر الجمعة تعرض مطار دمشق الدولي لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف المدرج الشمالي للمطار وتسبب بحفرتين كبيرتين فيما بدأ تعطيلاً للمدرج ومنعاً لطائرات الشحن الإيرانية من استعمال المطار في نقل الأسلحة والمعدات إلى ميليشياتها في سوريا لسيما أن المدرج الجنوبي للمطار معطل بالفعل وبحسب مراقبين للأوضاع في سوريا فإن طائرة إيرانية تابعة للحرس الثوري هبطت في دمشق في نهاية نيسان الماضي قادمة من إيران ورجحت مصادر استخباراتية أنها كانت تنقل أسلحة الأمر الذي تراه الولايات المتحدة وإسرائيل محاولة إيرانية لاستغلال نفوذها في سوريا لتحسين شروط التفاوض مع الغرب بشأن برنامجها النووي وهو ما دفع إلى محاولة إحراق ورقة الضغط الإيرانية عبر الغارات والهجمات الصاروخية الإسرائيلية في موازات ذلك تؤكد المصادر أن إسرائيل تنفذ خطة أخرى لضرب المرافئ البحرية السورية لمنع وصول أي شحنات جوية أو بحرية من إيران وقد تعرض مرفأ لاذقية للقصف منذ أشهر واستحديث عن شحنة معدات تصنيع صواريخ إيرانية كانت في المرفأ وقت القصف وبحسب محللين فإن الوجود الإيراني في سوريا بات عبءا على نظام الأسد بعدما كان داعما لها إذ إن إيران تسعى لبسط نفوذها في سوريا من أجل تحقيق مصالحها ولو على حساب نظام الأسد الذي بات عليه أن يتحمل نيابة عن إيران الضربات الإسرائيلية المتكررة ضد مؤسساته ومواقعه الاستراتيجية اشتركوا في القناة